موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث صحفة نبلغها من صحيفة الجارتين البريطانية التي نطالع فيها مقالا لأيام بلاك بعنوان اسرائيل ترقب عن بعد تفكك سوريا ويقول بلاك ان قمة جبل الشيخ تعجو بابراج المراقبة والهوائيات والغرف المحصنة التي تشكل القاعدة الاستخباراتية لأقصى شمال اسرائيل ومن هناك لا يمكن رؤية دمشق بوضوح ولكن يمكن رؤية القرى الواقعة على حافة هضبة الجولان بوضوح ويضيف بلاك انه من هذا الموقع المرتفع يرقب الجيش الاسرائيلي عن بعد تفكك سوريا حيث سقطت قرية حضر الدرزية الموالية للنظام في ايدي مسلحي المعارضة يوم الاربعاء كما تحرز جبهة النصر الموالية لتنظيم القاعدة تقدما في المنطقة ويذكر بلاك ان موشي علون وزير الدفاع الاسرائيلي اعلن الاسبوع الماضي ان سوريا ماتت والاسد يتقاضى راتب الرئيس ولكنه لا يسيطر الا على ربع مساحة البلاد انه في طريقه الى الرحيل ويقول بلاك ان دروز الذين يمثلون خمسة في المئة من تعداد سكان سوريا ينقسمون بين مؤيد ومعارض للاسد ولكنهم نجحوا الى درجة كبيرة حتى الان في البقاء بعيدا عن الحرب ولكن الان يواجه الدروز في سوريا تهديدا من جبهة النصر ومن تنظيم الدولة الاسلامية مما اثار قلق الدروز في ربنان وفي الجولان المحتل وفي داخل اسرائيل حيث على النقيض من العرب تخدم الاقلية الدرزية في الجيش وتقول الصحيفة انه في العالم تؤكد اسرائيل انها بعيدة عن الصراع دائر في سوريا وايهود اياري محلل شؤون الشرق الاوسط واسع صلاته كتب في تشرين الاول الماضي ان بعض جماعات المعارضة المسلحة على اتصال دائم بالجيش الاسرائيلي كما ان تقارير الامم المتحدة تشيروا الى ان القوات الاسرائيلية كانت تسلم صناديق لسوريين المسلحين صحيفة الفاينينشل تايمز البريطانية نشرت مقالا لاريكا سوليمون بعنوان تنظيم الدولة الاسلامية يستخدم الحصار النفطي كسلاح ضد المعارضة المسلحة وتقول سوليمون ان تنظيم الدولة الاسلامية يحضر بيع النفط الى شمال سوريا حسب ما يقول نشطاء مستخدما للنفط كسلاح اقتصادي قد يتسبب في نقص في الغذاء وفي اغلاق المستشفيات وقد يقوض قتال المعارضة المسلحة ضد الجهاديين وقال الناشط طارق عبدالحق من محافظة ادلب شمال سوريا اننا نواجه خطر المجاعة اذا استمر انقطاع امدادات الوقود فالكهرباء والمياه والمزارع كلها تحصل على الطاقة الان من المولدات وتضيف الصحيفة ان تنظيم الدولة الاسلامية يسيطر الان على المناطق الغنية بالنفط شرقية سوريا وتقول المعارضة المسلحة ان التنظيم يستخدم النفط لإضعاف قدرتها على قتال التنظيم والحد من تقدمه في حلب وفي صحيفة التايمز نطالع ايضا مقالا لهانا لوسيندا سميث بعنوان صبية يصفون كيف حولهم تنظيم الدولة الاسلامية الى مفجرين انتحاريين وتقول سميث انه بالنسبة للصبية الذين يعيشون تحت حكم تنظيم الدولة الاسلامية لا يوجد سوى واحد من خيارين الاول التدرب على القتال ليصبح جهاديا والثاني التدرب على ان يكونوا مفجرين انتحاريين ومحمد ومان محمد خمسة عشر عاما من الذين اختاروا ان يصبحوا جهاديين بينما اختار شقيقه الاكبر تسعة عشر عاما التطوى في قائمة الرغمين في الشهادة ويقول محمد ان نحو خمسمائة صبي كانوا في الانتظار لكتابة اسمائهم في القائمة وان الكثيرين منهم كانوا من الاجانب ويضيف محمد لماذا الانضمام لقائمة المفجرين الانتحاريين لانها اسرع وسيلة لدخول الجنة ولكنه يضيف انه لم يرد الانضمام الى اخيه وتقول الصحيفة ان محمد وصديقه خليل اربعة عشر عاما يبدوان في عمر اقل من عمرهما ولكنهما يتحدثان مستخدمين الشعارات الدعائية لتنظيم الدولة الاسلامية صحيفة يانسوز التركية نشرت تحت عنوان تهديد كبير لتركيا حيث تورد الصحيفة بان تنظيم الدولة هاجم مدينة عزاز سوريا والهدف من الهجوم اخذ مدينة عزاز من ايد الجيش الحر وتسليمها لحزب بيديا الكردية وهذا سيفتح الباب امام هجرة الملايين من سوريا الى تركيا مبرزة ان تنظيم الدولة والاسد تجنب مهاجمة قوات البيديا وسمحا له للسيطرة على مساحات واسعة من الاراضي سوريا وهو ما يبين الاتفاق بين الجهات الثلاثة وبحسب الصحيفة فان تنظيم الدولة الذي استولى على مدينة الابيض ولم يبدي البيدي اي مقاومة في مهاجمة مدينة عزاز الواقعة تحت سيطرة الجيش الحر والقريبة من الحدود التركية وبالتحديد مدينة كليس وتذكر الصحيفة ان حزب بيديا اعمل في الفترة الاخيرة ويبذل قصار جهده لتحقيق هدفه من بناء دولة اقليمية خاصة به تسمى باسمه التاريخي روجو وما يضح هدفه هذا هو دخوله لمدينة الابيض وضمه لمدينة الجزيرة تحت لواء ضاحية كوباني ونقلت الصحيفة عن احد القادر الميدانيين للجيش الحر قوله اعتقد بان تنظيم الدولة اذا نجح في اخذ مدينة عزاز وباب السلام الحدودي من تحت سيطرتنا فانه سيسلمها لبيدي كما حدث تماما قبل ذلك في مدينة الابيض وبحسب الصحيفة فان الايام القليلة الماضية تم طرد حوالي ما يقارب ثمانية وثلاثين الف لاج عربي وتركوماني كانوا يقتضون مدينة الابيض ويتوقع ان تتضاعف هذه الاعداد اذا استطاع داعش السيطرة على مدينة عزاز وتشير الصحيفة الان الكثير من المحللين يعتقدون بان الهدف من التحالف الدولي وداعش هو خلق تغييرا ديمغرافي في المنطقة لتأسيس دولة كردية في شمال سوريا وهذا سيتسبب في تدفق الملايين من اللاجئين العرب والتركومان الى تركيا وتذكر الصحيفة انه لدى تنظيم الدولة شبه هدف لارساء خطة الدولة الكردية وهو ما يقوم به منذ تأسيسه وحتى الان ومن خلال اضعاف الجيش الحر في جميع المناطق المسيطرة عليها في شمال الامر الذي يؤكد دور التنظيم بجانب حزم البيدي والاسد في صحيفة الحياة اللندنية نطالع مقالا لمحمد علي فرحات تحت عنوان ابحث عن الجيش في سوريا والعراق اشار فيه الكاتب الى ان واشنطن تشكو من عدم اقبال الشبان السوريين على التطوع في جيش يجري تدريبه في الاردن قوامه المبدئي خمسة الاف بعدما اكتملت موازنة اعداده وتسليحه ليكون نواة عسكرية معتدلة تحاول كسر الاستقطاب الحاد بين جيش بشار الاسد والمعارضين المسلحين ذو الاديولوجيات الاسلامية المتطرفة كما نوه الكاتب الى ان الشباب العراقي يمتنعه الاخر عن التطوع في جيش دولته فيما يقبل بحماسة على الاندراج في الجماعات المسلحة الكردية ذات الروح القومية وتلك العربية السنية والشيعية ذات الروح المذهبية ورأى الكاتب ان ما سبق يعني تراجع اعتقاد كثيرين من السوريين والعراقيين بجدول جيش الوطني وبالتالي الدولة الوطنية التي يعتبر الجيش اداتها لحفظ امن الحدود اساسا والعمل خلف الشرطة لتطبيق القانون والمحافظة على المجتمع المدني بدعم حقوق المواطنين ودفعهم الى اداء الواجب واعتبر الكاتب ان ما يبقي على جيش النظام كنوات صلبة على رغم تراجعاته الكثيرة على امتداد الخريطة السورية ومحافظته على القيادة والسيطرة اذ اقل ما تجد فرقا او فرقا او كتائب او مجموعات من هذا الجيش معزولة عن اوامر القيادة حتى اثناء تلقي ضربات المفاجئة والاكثر صعوبة مبرزا ان هذه الحقيقة لفتت وتلفت الانظار من قبل المعنيين في الشأن السوري اقليميا ودوليا وهي واردة في التداول داخل الغرف المغلقة حول مستقبل سوريا اذ يلحظ الجميع دورا ما محدودا او واسعا لهذا الجيش ما بعد الاسد اذا استطاع السوريين التضامن لحفظ وحدة دولتهم او تعرضوا لضغوط الكبار من اجل حفظها شبكة شام نشرت مقالة لصلاح الدين الفاتح بعنوان يحفر الاكراد قبرهم بايديهم حيث اشار للكاتب الانه في بدايات القرن الماضي اتفق غربيا على تقسيم تركة الرجل المريض فكانت بريطانيا تعيد العرب ببلاد الشام والخليج العربي في حال كانوا معها في محاربة الخلافة العثمانية انذاك وبالفعل تم اقتطاع الشام والعراق وشبه الجزيرة العربية من الخلافة العثمانية لكن ليس ليد العرب وانما ليد الانتداب الفرنسي والبريطانية وتوالت حركات التحرر المسلحة منها والسياسية حتى جلاء الفرنسي والبريطاني عن العراق وسوريا يتسلمها ابناء البلدين والذي كانت تعصف فيه تيارات عربية فاقعة في ظل سبات شبهتا من الاكراد الذين كانوا موجودين في المنطقة الا ان التوجه العام لهم كان منصرفا الى التدين وطلب العلم الشرعي جاعلنا امر الوطنية والقومية الكردية خلف ظهورهم وهذا ما يفسر سقوطهم من حسابات راسم الحدود انذاك الا انهم حتى خمسينيات القرن الماضي بدأت تضرب فيه تيارات داعية الى اقامة دولة عرقية كردية على غرار الدولة التركية والدول العربية وبدأوا ينظرون الى العرب انهم من سلبهم حقهم وجاءت حقبة البعث العربي الذي اراد من الكردي ان يكون عربيا بل وعليه ايضا ان يعتز بعروبته فكتما من الاكراد الكثير والمكتوم مصطلح يعني عدم امتلاك الشخص لاي اوراق ثبوتية فلا يستطيع الدراسة ولا العمل ولا حتى السفر وقد حدثان بعض اصدقاء الاتراك انه لجاء الى عمليات تزوير معقدة حتى يستطيع الذهاب الى الحج في ظل هذه الحياة قويت تيار القومي الكردي وبدأ ينمو في السر بعيدا عن انظار الحكومات التي رفضت الاستماع لاي مظلومية من الجانب الكردي وفي الحقيقة من ظلمهم هو من يتحالفون معه الان نعم انه حزب البعث ونظام الاسد الذين يرون فيه حليفا ويحافظون في القامشلي والحسكة على رموز ذلك النظام وقد كنت حاضرا في نيسان الفين واربعة احداث الاكراد وكيف طوقت وطوقت الدبابات السورية مدينة القامشلي ولولا تدخل العقلاء لكانت ابيدة القامشلي في صبيحة اليوم التالي نعم لقد نظر العرب الى القضية الكردية بعين العطف والالم على المظلومين الاكراد في حكم الاسد ولكن هذا لا يعني ابدا السماح للاكراد بتهجير العرب بحجة انها ارضنا قبل مئات السنين ان تحالف الاكراد مع الولايات المتحدة الامريكية لا يعطيها الحق في طرد العرب من بلادهم فما تحويه الجزيرة السورية من الاكراد لا يزيد عن ثلث تلك المنطقة ان اتباع الاكراد هذه السياسة سيدفن مشروعهم في مهده ومن غير المقبول في عصر العالم قيام دولة قومية خالصة موقع اوريانت نيوز نشر مقالة لمعا وطفة بعنوان ان لم تنشرها فاعلم بان اردغان قد منعك حيث اشار فيه الكاتب لان الانتخابات التركية انتهت وفاز حزب العدالة والتنمية بنسبة لا تتجاوز الواحد واربعين بالمئة بالبرلمان وكيف يقبل بحكومة ائتلاف بين عدة احزاب مع العلم انه اخين ما بيتفو وكيف صارت الانتخابات بكل بساطة لون تشبيح او قتل او ضرب او شراء ضمم لا اصدق كيف يمكن ان تكون خيام وعلام احزاب المعارضة متوزعة في الشوارع بشكل عادي وكيف لم يقم حزب العدالة والتنمية بامر شبيحته بالاعتداء على كل شخص يفكر بانتخاب غيره هذا الامر هنا في تركيا اشبه بالجنون شعب متخلف غوغائي غشيم سياسيا بالاخطار التي تحيط به وبحجم الازمة الحاصلة اليوم نحن كسوريين منذ عام الف وتسعمائة وثلاثة وستين لم نقم بانتخابات مطلقا نحن اكبر من هكذا تفاهات نحن سلمنا البلاد والعباد للقائد حافظ الاسد ليسير بنا لبر الامان ومن ثم سلمنا الجبهة الوطنية التقدمية ثلثي البرلمان لعدم قدرتنا على فهم ما يدور من حولنا وقاموا بقيادة البلد لهذا الازدهار العظيم اليوم بقيادة الاب والقائد بشار حافظ الاسد نحن شعب لا نصوت بالورقة والقلم نحن نصوت بالدم ولا ولن نقبل برئيس تقل نسبة نجاحه عن تسعة وتسعين بالمئة ونحن في حال كان هناك معارضين للاسد فهم ارهابيون وتكفيريون ويجب قتلهم وتصفيتهم حتى تعود النسبة لتسعة وتسعين بالمئة حفاظا على الوطن والمواطن اردوغان بنى الجسور والانفاق والطرق والابنية الشاهقة بينما دولة التقدم والاشتراكية بنت لشعبها اعطى السجون والمعتقلات كي تبني المواطن وتحميه من شر نفسه اردوغان احضر ملايين الاجانب لتركيا بحجة السياحة بينما الاسد ارسل ملايين السوريين في سياحة حول العالم اردوغان يبني على ما سبق من بنية تحطية بينما الاسد اختار تدمير كل شيء قديم والبدء بروح جديدة ونفس جديد يوجد في تركيا اقريات وهذا ضد الاستقرار بينما في سوريا قام الاسد وحفاظا على الفسيفوساء السورية بقتل الاف السنة في محاولة مهل يتساوى عدد افراد الطوائف في البلد اردوغان يقوم بمناورات عسكرية سنوية بينما الاسد وحفاظا على جاهزية الجيش يقوم بمناروات عسكرية يومية وضمن المدن والاحياء اردوغان عندما قام بتفريق المتظاهرين المناوئين له استخدم الماء وهذا يعتبر هدرا للثورة للثروة المائية بينما الاسد استخدم رصاص الحي وهذا يعتبر هدرا لرصاص المتوفر بكثرة اردوغان يتمنى الانضمام للاتحاد الاوروبي بينما الاسد عبر وزير خارجيته المعلم نسف اوروبا ومسحها من على الخارطة اعتقد باننا كسوريين لم ولن نملك عائلة كالاسد لتحكم البلاد وسنحافظ عليها ما استطعنا ونعلم بان الاتراك يتمنون الاسد بدل اردوغان ولكن هيهات لهم ذلك فلهم اردوغانهم ولنا اسدون بهذا المقال مشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة ونترككم برعاية الله الى اللقاء اشتركوا في القناة